منورين منورات إن شاء الله حيثكم في أمن و أمان بإذن الرحمن هنكملوا الهماسات دينا وفرحة بالصيام فرحة بعبادة الصيام والعبادات اللي ممكن تكون في رمضان مكنت بروش لوحة القضية بالسعب الصيام خديناها كمعتقد وكعادة توردناها من تربية دينا من المجتمع من العائلات دينا من البلصة نحن فين ساكنين من مدينة الدولة اللي نحن ساكنين فيها توردناها لأن الصيام كانت تنعو على الأكل والشرب هذا رمشي هو الصيام الحقيقي مش هي العبادة الحقيقية دي الصيام وشرحها بعمق دورة المسخرة دي الرمضان وشرحها بعمق دورة طاقة الأنوطة والذكورة بأسماء الله الحسنة لأن خصنا نجدده النية دينا ومعرفة دينا ولكونيسانس دينا بلشنو المعنى الحقيقي للصيام الصيام رمشي غير تحبس على الماكلة والشريب والجماع أبدا هادو أقل حاجة ممكن يديرهم بنادم وسهل يديرها بنادم وهادو مشتورة وليه يدير سبع سنين ثمان سنين ممكن أنه يصوم ويدير الإمساك عادي من الصيام الحقيقي الصيام الحقيقي هي أنه احتل نحبس أنني نهضر في الناس وواحد القضية الناس ما تنتبوهاش تقولوا لي لا مريم أنا ما عنديش نميمة في الناس خبركم بأن النميمة فيها بزفت الأوضاع نميمة الأفكار وسوء الضن والحكم على الناس من أقبح النميمة اللي ممكن الناس ما ينتبوه لاش كنا النميمة أنك تقلسي مع صاحبك وتقلسي مع أمك وتقلسي مع أختك وتدوي هذه كنميمة باينة وكتعقي بيها وشوف تشوفوش كأنك يعقو بيها الناس ولا ما كيعقوش بيها ولكن النميمة الكبيرة ومن الكبائر زي ما مشي الكبائر من معنية أنها من معظمات ولكن حتى هي رب العالمين قسم بيها في القرآن بالسبب هي أنك تضني ضن السوء بالناس وتنممي فيهم مع رأسك غبينك وبين رأسك وتدري أفلام وتدري قصص غير في رأسك غبينك وبين رأسك يعني الإيجو ديالك تحكم ويضن وينمم ويكره ويحسد ويلوح تطاقة كاملة وهذه التطاقة نقول لكم حد القضية رأول وحدة كتأدى من هذه التطاقة النميمة بهالطريقة للأفكار الداخلية هي أنت مشي النسليني كالصف طيلهم هما مرتبطين بك بأحبال أتيرية تسعى غير وفات أنك تفكري فيهم خيب رأسك هما تتأطر الطاقة ديالهم ولكن هما عندهم المسؤولية للحماية للدس ديالهم يعني إلا كانوا كديروا تأملات إلا كانوا كديروا حماية للطاقة ديالهم إلا كانوا كديروا ذكر الرحمن وكانوا متصلين بربي قويا ما تأديهمش وخام عفت شنو تصفطي لهم وخام عفت شنو تفكري فيهم وخام عفت شنو يوقع إلا هما عندهم مسؤولية حماية للدات ديالهم وأنهم يكونوا في المركز ديال الله ويكونوا في الذكر للاتصال بأله ما يكسوم حتى شي حاجة نهائية ولكن أنت اللي كتفكري بذيك الطريقة عليهم وكتدري نسيج ديال القصص وكي ونسيج ديال مشاعر عليهم راه انتلوا أولا اللي كتأدي في الداخل ديال حيث كتبقيف واحدة الدراجة نالية كتدور نهاركين أملو كتفكري في ذوك الناس كتفكري شنو ديرولك كتفكري شنو ممكن يديرولك كتفكري شنو قالوا عليك كتفكري شنو وانتي غاد هاديرها نميمة من مستوى العالي جدا إذا النميمة ما كتبقاش غير في فأنني ندوي في الواحد ونجبدو نظر عليه في تليفون ولا معاشي حد اللا حتى وانتي مع راسك القصص اللي كتنسي راسك وما كتراقبيش العقل ديالك شنو راك يقول على داك الناس وما كتراقبيش النفس ديالك في المشاعر ديالك شنو كتدير توجه داك الناس كور حسعد غير ضغينة راقبي راقبي داك ولو تكون بالصحة حقيقة دوك الناس دارو فيك وفعلو فيك وتركو فيك ودرو فيك انتي راقبيش نوركيك تديري في راسك الداخل دخلي في مسامحة مع الداد دخلي في الاستغفار دخلي في الشكر دخلي في حبهم لأنهما أرواح ورسائل كيعلمونا دروس في الحياة اوكي ونحبس من هادنا إذا الصيام هي أنا ننصوم على الكلام نصوم على الأدد الناس والأدد الناس ما كيكونش غير بالهضرة كيكون حتى بالأفكار والمشاعر دوك انتابول هاد النيفو هاد لأنه بزاف تيقولك ما تدبيش في الناس ما تكون صايمة ما تعيرش الناس ما تكون صايم ما تدبسش مع الناس ما تكون صايم هادي سهل هاد شو هاده سهل هاده سهل هاده سهل تحكمي في التصرفات الخارجية والله العظيم إلا أسهل من أنك تحكمي في التصرفات الداخلية والمشاعر والأفكار اللي كيدورو الداخل لأنه شوي كيبغي ولم يتغيث كيبغي وأنك تخدميه لهم مدة طويلة إذا هاتش اللي تنقول ما عنده علاقة غير بالصيام لا عنده علاقة طول السنة ولكن في الصيام أك أحسن لأنه نزيده نتمرنه على هاد شيء على هاد النوعية ديال الفضائل والأخلاق هي أنني نحبس ويسلم الناس من الهدرة ديالي من الأفكار ديالي من المشاعر ديالي لأنها كتأديني أنا اللي أولى قبل ما تأديهم هما لأنها كتبقى تضور في الداخل ديالك وكتخفض لك منطقة ديالك لأن انتي كتتعتبر رأسك صايمة يعني قوامة في العبادة ديالصيام ديالك ولكن ديالك في الداخل ديال كتير غلي من شي واحدة ولا شي واحد إذن فين هوا هاد البركة ديال هاد الصيام فين هوا هاد الطاقة الجميلة ديال هاد الصيام باش تكتعمل انتي كتصومي وكتقومي الصلاة وكتزكي وكتدري سلط الراحم في الشهر المبارك وكترحمي الناس وكتدري بزاف الحواج ولكن كتجي في واحد اللحظة تضطع في الإيغو كتمشي لشي حد كتكره كارها هو من قبل او لس ما تيقلك شي حاجة او 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 وانتي كتبقى في الدراجة النارية عليش كال فيها عليش دار فيها عليش دار هادك عليش كاللي وماله وفعلتك غانبقى دائما نذكركم بأن الداخل رأصعب من الخارج المراقبة والشاهد في الداخل تكونوا شاهدين على النفس ديالكم تكونوا شاهدين على العقل ديالكم رهزوين بزاف وامام طورة مش سهل دو خليكم في الداخل ديالكم حتى يكتمل عبادة صيام حتى تكون عبادة صيام يعني في واحد القدر وفي واحد المكان وفي واحد الطاقة وفي واحد انسجام عالي بزاف مع طاقة الكون لأن إلا كنتوا بالصح كترقبوا الداخل ديالكم وكتسامحوا وكتستغفروا من كلكمش كيفاش مش هي الصيام لا نتوم نتوم الطاقة ديالكم وتجليات ديالكم والاتصال بالرحمة لكن كنكون من نوع آخر دو خليكم نتابهوا وراقبوا عفاكم الداخل ديالكم الصيام ماشي صيام صيام البدن لا صيام الافكار وهذه هنزيدها لكم جديدة جدا ممكن عمركم ما اسمعته شي حد قاله لكم قبل صيام الافكار وصيام المشاعر رأى أصعب من صيام البدن اللي هو على الماء والماكلة والجمع رأى هدا فيه لما يتخيز يعني خاصة نوصل لواحد الدرج ديال ديال تدريب وتحكم وتزكية ديال النفس بشدة جدا دوك جيهات صراحة جيهات هات الشهر جيهات صيام وصوم وصوم عن الافكار والمشاعر متجاه الناس لان هكا تدمرني ان اللولاني قبل ما تدمرهم هما ما كيتدمروش لان عندهم المسؤولين انهم يدروا التأملات يدروا الصلاة يدروا الاتصال بالرحمن وبالملائكة باش يكونوا حافظين لهم ويكونوا هما مركزين على رب العالمين ما يوصلهم احتاج حاجات ديالك ولكن لما كانوش هما في هذا الطاقة هدي اي حاجة درتيها انسية وقلتها اولا فكرتي فيها اولا لحتيلهم مشاعر غي اديوهم ولكن غي اديوكم انسية في البدوء الولانية شكرا لكم بالسعاف وان شاء الله تكونوا في امان وامن بإذن الرحمن وتكونوا في صيام وصوم جميل في هذا الشهر المبارك وهذا الشي اللي سنقول لكم ماشي غير في رمضان خاص يكون طول السنة بإذن الرحمن اشتركوا في القناة